اشتركوا في القناة الاحتفال بيوم خاص سنويا وهو الخامس من شهر يونيو من كل عام للاحتفال بيوم البيئة العالمي كونه وسيلة رئيسية لتعزيز الوعي البيئي على مستوى العالم والعمل من أجل حماية البيئة مملكة البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء شاركت العالم الاحتفال بهذا اليوم وذلك حرصا منها لدعم كافة الاستراتيجيات لاستدامة تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة واتخذت كافة الإجراءات الفورية لمعالجة تغير المناخ هذا وأكدت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن جميع الجهات تلتزم التزاما جماعي بالتشجير والذي أثمر عن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال زراعة الأشجار وتأزيز نموها والحرص على اتخاذ خطوات مهمة نحو مكافحة آثار تغير المناخ وفي السياق نفسه أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موضوع الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للبيئة يرتبط بثلاثة أهداف رئيسية ضمن أهداف التنمية المستدامة منها ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة والهدف الثاني اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره وأخيرا حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر